عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم ببكتب سمو الحاكم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي إلى التفاصيل ضمن اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اعتمد المجلس القائمة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2019 والتي ضمت 274 مستفيدا توزعوا إلى 170 مستفيدا في فئة القروض و104 مستفيدين في فئة المنح بمجموع وصل إلى قرابة 200 مليون درهم بدوره أشار سعادة المهندس خليفة مصبح طنيجي رئيس دائرة الإسكان إلى أن القائمة الأولى لعام 2019 تم اعتمادها بعد تحديث بيانات المتقدمين في فئتي القروض والمنح والتأكد من شروط الاستحقاق كل حسب فئة الدعم السكني كما رفع المجلس أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة على دعم سموه وتوجيهاته الدائمة بالعمل على وضع استقرار المجتمع على صدارة أولوية استراتيجيات الإمارة وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لكافة مواطنيها ما يعزز فرص التنمية المستدامة وتطور المجتمع المجلس اطلع أيضا على التقرير السنوي لدائرات طيران المدني للعام 2018 حيث استعرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس الدائرة ما تضمنه التقرير من شروح مفصلة تناولت إحصائيات حركة المسافرين لعام 2018 إذ بلغ عدد المسافرين 12 مليون مسافر بزيادة نسبتها 6% عن العام الفائت ختاما أشاد المجلس بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الخاصة في أبوظبي للعام 2019 الحدث العالمي الرياضي والإنساني في المنطقة وما تمثله من رسالة عالمية في نشر المحبة والتسامح كما ثمن المجلس جهود اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم